إلى المهرة حيث أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة 16 متهما بوقاع تهريب أسلحة وجلب مخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بحضر موت وهضح مصدر أمني أن من بين المتهمين 16 الذين تمت إحالتهم إلى النيابة بحضر موت تابع لميليشيا الحوث الانقلابية مكونة من سبعة أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن وستتبحار إيرانيين متهمين بوقاع جلب مواد مخدرة وأربعة من تجار ومروجية المخدرات وأشار المصدر إلى أن إحالة المتهمين جاء عقب استكمال الإجراءات القانونية لأنه العقاب العادل جازاء ما اقترفه